استطاعت كلية فاتل للضيافة في مملكة البحرين أن ترفض قطاع الفندق بكوادر بشرية مؤهلة تدعم القطاع باعتباره أحد القطاعات الحيوية المحركة للنشاط السياحي الوطني هذا وتتمتع كلية فاتل للضيافة بسمعات دولية متميزة من خلال ما تقدمه من برامج أكاديمية وعلمية ونظرية تؤهل منتسبها من الطلبة لاكتساب الخبرات اللازمة على مدى سنتين يعتبر قطاع الفندق أحد القطاعات الحيوية المهمة التي توليها مملكة البحرين أهمية كبرى لاستقضاب المزيد من الاستثمارات وتحقيق مصادر التنويع الاقتصادي وعلى نحو يحقق النهوض بالقطاع الفندقي يمت هذا القطاع بكوادر وطنية مؤهلة بمقدورها إدارة هذا القطاع الواعد بكل فروعه وهذا ما تهدف إليه كلية فاتل الفرنسية للضيافة القطاع الفندقي يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني لأنه يرفع الطاقة الاستعوبية للمملكة خاصة مع تزايد عدد الأنشطة والفعاليات التي تستغطب الزوار للمملكة كلية فاتل تطرح برنامج بكلريوس في إدارة الفنادق الدولية طبعا هو برنامج فرنسي مستغطب من فرنسا ثلاثين منها تطبيق عملي فالخريج يتخرج بسنتين خبرة وهذا الشيء الحمد لله فاد الطلبة والخريجين أنهما يضمنون الوظائف حتى قبل ما يتخرجون للأمانة مجال جدا جدا واعد وفيه تعطش كبير في السوق لكوادر مؤهلة به مهارات على مستوى دولي وهذه الحمد لله فاتل قادة قادمة كلية فاتل للضيافة استطاعت أن ترفع مستوى العمل والتعليم السياحي في مملكة البحرين وأن تخرج كوادر بشرية تدعم القطاع الفندقي عن طريق برامج متنوعة تدعمها الكلية إضافة إلى ضمان انخراطهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الفندقية في مملكة البحرين وتعزيز تنافسيتها كوني خريج من كلية فاتل الكلية وفرت للشهايد التي تأهلني أن أكون من أفضل الفندقيين في المملكة في نفس الوقت لأن فتحت لي أبواب فرص أني أنضم لأفضل الفندق في البحرين بدأنا نتعاون مع كليات فاتل منذ بداية تأسيسها في البحرين وأنا أعتقد أن المهم جدا أن البحرينيين ينضمون في هذه القطاع لأن لو ناخذ الفندق المنتج الرئيسي في الفندق هو عبارة عن ضيافة ونحن البحرينيين نحن معروفين بحسن ضيافتنا فلا بد من الفندق أن يقدمون الزوار اللي يوني للبحرين الضيافة البحرينية الفندق العاملة في مملكة البحرين نجحت في الترويج للبحرين عبر تقديم أفضل الخدمات والمميزات وأسهمت في استقطاب أعداد كبيرة من السواح واليوم يقدم هذا القطاع وظائف شاغرة ونوعية أمام طاقات وطنية شابة لتكون عنصرا فاعلا في القطاع الفندقي وتحقيق التقدم والتطور لصناعة السياحة المحلية من أجل النهوض بالقطاع الفندقي كان لابد من جهود حثيثة واستراتيجيات تنموية لتطوير قطاع الفندقة فتتمثل هذه الجهود في استقطاب كلية فاتل للحصول على كوادر بحرينية ومؤهلة في مجال الضيافة والفندقة عبر برنامج أكاديمي وتعليمي يقدم لمنتسبي هذه الكلية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفسون البحرين ترجمة نانسي قنقر